اجارة الاولى اربعة واحد منتخب مالي ويطرد لاعبا مهما بسبب خناء على الحلاء طيب يا جماعة مركزين حياة تانية انشان احكي لحضراتكم الناس بتستبعد الناس لمنتخب مالي استبعد لعيب منتخب مالي بسبب واقعة يعني لعيب تم استبعاده بسبب حلاء والله اذا اما بقول لحضراتكم كده انا مش بقول كلام يعني مش بستخفة بقول لحضراتكم الحاجة انا احكي لحضراتكم ونقع بعد كده اقرأها بالفصحة زي ما هي مكتوبة معي ده وقت الاتحاد الكورة في مالي اصدر قرار مع المشاورة مع الجهاز الفني انه هو قرار بطرد المهاجن طيب نروح لمكالمة مهمة مع المدير الفني الاسبق ليه منتخب اغندا في الفترة من 2013-2017 ملوتن سيدروفيتش والشهير بميشو مساميشو ملوتن سيدروفيتش ملوتن سيدروفيتش ملوتن سيدروفيتش ملوتن سيدروفيتش المترجم للقناة 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 عنده سيناريوهات مختلفة في الملعب عنده لعيبة قلب الاسم يا جماعة حافظ لعيبة منتخب مصر المحمد صلاح عبدالله السعيد الترزيجي اللعب رقم 12 اللعيبة هو عارف بالكلم على مين فهو يعني وجهة نظره أكيد هو كوتش كبير وكوتش محترم وكوتش عنده خبرات أفريقية ودرب في أفريقيا درب منتخب أغندا من 2013 2017 و17 تدرب كمان منتخب رواندا ودرب في جنوب أفريقيا أورلاندو بايرتس والهلال السوداني وسانت جورج الإثيوبيا بالتالي يعني لناس اللي ممكن تنتقد أداء مصر أجاري ده كان كلام مصر ميلوتن سيردوفيتش الشهير بميشو مدرب أغندا سابق عن رأيه في المهاجمة ما بين أغندا وما بين مصر ورأيه أيضا في القيادة الفنية اللي منتخب مصر في عهد يكتور كوبر وفي عهد أجاري مكلمة محترمة جدا مكلمة الواحد بصراحة مبسوط منها استفاد بكلام يعني نادرا لما بنكلم مدير فني ممكن يكون متابعة القرى المصرية والمنتخب المصري في شكل رائع ويقدر يحل الفنيات المنتخب المصري بالشكل اللي حضرتكم سمعتوه بشكر فريد على المكلمات القيمة اللي بيعملوها لنا واللي دايما بيكونوا محضرين لها علشان نجيب لحضرتكم الأخبار بالشكل الصحيح طيب تعالوا نروح للفاصل علشان نستقبل بعديها نجومة نادية لها لواء منتخب مصر الكابتن مهر همام والكابتن محمد حشيش والكابتن أسام حسني بعد الفاصل خليكم معنا